حل مشكلة اللاق والتقطيع في لعبة بيس 2021 وتشغيل اللعبة على الأجهزة الضعيفة سلام عليكم شباب وحالكم إن شاء الله يمكنكم بألف خير معكم أخوكم أحمد رجعت لكم اليوم مقطع صنطوري أسطوري جديد مقطع لكم شباب عن بيس 2021 لصراحة وصلتني كثير تعليقات عن أنه نحاول نشوف إلها حل مشكلة التقطيع وهبوط الفريمات بالنسبة للأجهزة المتوسطة حتى يعني مشكلة فيه هبوط الفريمات وبتصير اللعبة بتلقى عندهم كتير وكمان نعمل بعض الطرق عشان نشغل اللعبة بالنسبة للأجهزة الضعيفة وهون يا شباب نقطة جدا مهمة أحب أوضحها لما أحكي الأجهزة الضعيفة ما بقول للأجهزة اللي ما بتشغلك حتى لعبة بيس 13 مثلا أو بيس 17 وتبغى تشغل عليها بيس 21 مش منطقي يعني حتى احنا بنتكلم على الأجهزة مثلا بيس 17 تشغل معاك بشكل يعني مقبول تقدر يعني رح نسوي بعض إعدادات نخفض من إيلا جرام فيكس في اللعبة في لعبة بيس 21 وإن شاء الله ليش لا تشتغل معاك فقبل ما نبدأ لا تنسوا تشتركوا في القناة فعلوا الجرس التنبيهات ونحط شروحات الجباب رح تفيدكم كتير مو بس بالنسبة للعبة بيس 21 كل إصدارات بيس والألعاب في كل والويندوز والكمبيوتر أول شي جماعة الخير رح تروحون على هذا المقال رح تلاقوه أسفل الفيديو رابط المقال هذا تنزلون تحت تقدرون تقرؤون المقال يفيدكم إن شاء الله هون رح تضغط على إضغط هنا يأخذك لهذا الرابط نيجي نضغط على free download تحميل مجاني نستنى هون 30 تانية طريقة جدا بسيطة وبعدها نضغط على بدء التحميل بعد ما نحمل الملف رح تلاقيه بهذا الشكل تشغيل بيس 21 لأجهزة ضعيفة نيجي نضغط عليه كليك يمين نيجي نضغط على الخيار هذا نستخرج ملفات الفولدر نيجي بهذا الشكل ندخل للملف تلاقيه ثلاث ملفات الملف الأول يا شباب بيس 2021 lag file fix هذا الملف بيعدل من الجرافيكس الخاص باللعبة عشان تشتغل على أجهزة ضعيفة تيجي هون على ملف إزالة الجمهور وهي أداة التفعيل عشان نقدر نفاعل الملفين هذول بس قبل ما نروح للملف رح نسوي بعض الإعدادات الضرورية والمهمة جدا على الويندوز نيجي لمربع البحثة هون يا شباب نكتب كلمة run بهذا الشكل هاي الخطوات لازم ضروري جدا أنك تسويها نيجي هون تكتب كلمة msconfig وهذا الشكل شباب msconfig ضروري جدا تسوي هاي الخطوة تكتبها بهذا الشكل تضغط على أوكي ما هذا الشكل لحتي نبتق معاك هاي النافذة تيجي على خيار البوت اسمه بوت بهذا الشكل نيجي على advanced options ما هذا الشكل نيجي على number of processors إيش هاي الخطوة هاي الخطوة عشان نفاعل كل الكورات وكل الأنوية الموجودة على الجهاز هاي الخطوة ما بتسوي أي ضغط ما بتخلي المعالج يشتغل أكثر من قوته لا هاي الطريقة شرحتها في مقطع سابق هاي الطريقة بس بتخلي المعالج النظام يقرأ كل الأنوية الموجودة على الجهاز انت رح تلاقي مثلا عندك اثنين أربعة ستة تمانية أعلى رقم رح تختاره نيجي هون نضغط على أوكي نيجي نضغط على apply بهذا الشكل وندغط بعدها أوكي رح يطلب منك إعادة تشغيل سوي إعادة تشغيل لجهازك أول شيء وبعدها نرجع نكمل الخطوات الثانية نيجي هون على مربع البحث مرة تانية نكتب كلمة run بهذا الشكل نضغط عليها نكتب هاي المرة نكتب temp بهذا الشكل نضغط على أوكي رح تلاقي هذا الفولدر نحذف كل شيء موجود جواهات الفولدر هذا نضغط على الايقونة هاي بهذا الشكل نضغط continue مرة تانية نيجي هون نضغط skip عشان الملف هذا ما رح ينحدف مرة تانية رح نرجع لمربع البحث نكتب هاي المرة temp بس بهذا الشكل نكتبها يا اخوان بهذا الشكل بعدها نضغط على أوكي رح نلاقي كمان ملفات هاي ملفات مؤقتة بيخزنها الويندوز ملفات مؤقتة ما بتسوي اي شيء غير انها بتبطئ من جهازك نيجي نحدفها كمان رح تلاقي حجمها رهيب نحدفها نضغط على الخيار هذا نيجي نقشر مرة تانية ونضغط escape خلاص ما بدها تنحدف خلاص عوفها نيجي هون مرة تالتة لمربع البحث نكتب كلمة run نحدف كمان ملفات الـ prefix يا شباب prefix بهذا الشكل prefix نكتبها رح تنبطق معاك كمان ايقونا نضغط على continue لا تخاف خطوات جدا امن هاي بس ملفات مؤقتة زي ما بتشوفون انا قاعد احذفها من جهازي نيجي نحدفها يا شباب بهذا الشكل delete بهذا الشكل اوكي نضغط على الخيار هذا escape خلاص نيجي نرجع بهذا الشكل مرة الخطوة التالية نيجي نضغط كليك يمين بهذا الشكل display setting بهذا الشكل نضغط عليها ننزل تحت رح تلاقي اشي اسمه graphic setting نضغط عليها نيجي هون رح تلاقي الايقونة هاي بهذا الشكل نضغط على browse بهذا الشكل يا شباب نيجي ندور على ملف اللعبة يا شباب ملف اللعبة هين تبتت لعبة بس 2021 رح تدخل للملف يفوتبال بهذا الشكل رح تجيب ملف اللعبة بهذا الشكل بس 2021 تضغط اد بهذا الشكل option نضغط على high performance عشان نعطيه الكرت كرت الشاشة يشغل اللعبة باعلى امكانيات نيجي مرة تانية على browse بالشكل هذا نيجي بملف setting كمان نجيبه نيجي نضغط على open high performance ونضغط save بيكون مرات خيار هون لازم تأكد انك مفعل هذا الخيار الازرق الموجود هون نيجي نرجع بهذا الشكل يا جماعة الخير بالنسبة لكروت انفيديا عندك كرت شاشة انفيديا رح تجي تنزل تحت هون تضغط على control panel نضغط عليه ندخل للانفيديا control panel نيجي ننزل بهذا الشكل نيجي على manage 3d setting بهذا الشكل هتلاقي الخيارات هاي بالنسبة لخيارات الانفيديا control panel رح تلاقي رابط مقطع في الوصف بيشرح الاعدادات هاي بالتفصيل عشان تستفاد اكبر نسبة استفادة من كرت انفيديا وكمان كرت انتل الداخلي كمان رح تلاقي الروابط في الوصف جماعة الخير نيجي لprogram setting بهذا الشكل نضغط add عشان نضيف اللعبة لكرت الشاشة نضغط على browse بهذا الشكل بنفس الطريقة رح نجيب ملف اللعبة مرة تانية نيجي على games لو ما عندك شاشة انفيديا بس تسكيب هذا الخيار نجيبها بهذا الشكل الجماعب بعدها لو لقيت هون خيار apply تضغط على apply بس ما رح تلاقيه غالبا نرجع مرة تانية مربع البحث نكتب كلمة background apps بهذا الشكل تكتبها background عشان نشيل البرامج اللي بتشتغل في الخلفية background apps ندخل عليها بهذا الشكل على background apps تكتبها في مربع البحث رح تظهر معك هاي البرامج يا شباب هي اللي بتاكل من موارد الجهاز وبتخلي الالعاب تلق عندك مو بس اللعبة بس 2021 اي لعبة فحاول تيجي هون مثلا Microsoft store ما بدي اياه يشتغل في الخلفية Nvidia control panel window security شيل كل البرامج اللي ما بدك اياهم يشتغلون في الخلفية رح تلاقي عندك انت كومة برامج حاول انك تشيلهم اي برامج ما بدك اياه يشتغل في الخلفية حاول تشيله انا رح اشيل كل شيء بهذا الشكل نرجع بالخيار هذا بعدها رح نروح على task manager بالشكل هاتي جماعة الخير نروح على ال startup هذا الشكل ال startup هي كمان اهم خطوة لازم تسويها البرامج اللي بتشغل لما تشغل جهازك لما تشغل وتسوي start تقلع الجهاز هاي البرامج بتشغل تلقاء حالها يعني بتلقائيا بتشغل انا ما بدي اياها بتشغل عسان بتاكل من موارد الجهاز رح نيجي هون مثلا google chrome ما بدي اياه يشتغل مع بداية تشغيل الجهازي مثلا driver الصوت رح اخليه internet download manager كمان ما بدي اياه يشتغل هذا البرامج كمان ما بدي اياه يشتغل البروغرام هذا رح تسيبه عادي windows security notification بدك تخليها خليها بدك تشيلها شيلها wonder share هذا برنامج المونتاج كمان رح اشيله وخلص نتخلص من البرامج تشتغل مع بداية تشغيل الجهاز هسه لو جهازك قوي وجهازك متوسط خلص هاي الخطوات رح يتشال عندك اللاق منسبة 100 بالمية و اوعدك بهذا الشيء بس الخطوات هاي شباب للاجهزة الاضعيفة كتير زي ما قلت لكم نيجي ندخل على الملف بهذا الشكل نيجي للملف الثاني هذا يا شباب ملف lag fix e football piece 2021 lag fix file ندخل عليه تلاقي ثلاث ملفات الملف الاول tweak file يا شباب ملف ال data نيجي ناخده بهذا الشكل ناخد ملف ال data بالشكل هذا نضغط كليك يمين على ملف اللعبة open file location نروح لملف اللعبة ملفات اللعبة نيجي لأي مكان جوة الفولدر نيجي نحط replace بهذا الشكل نرجع مرة تانية يا شباب على original file ايش معناته هذا ال original file يعني هذا الملف الاصلي لو بدك ترجع الاعدادة زي ما كانت رح تلاقي الملف في المكان هذا نروح لملف الكونومي ناخده copy بهذا الشكل يا شماعة الخير نروح لملفات الكونومي الدوكيمونتس بهذا الشكل نيجي هون نعمل له base ونعمل replace بهذا الشكل خلاص تم استبدال الملفات نرجع بهذا الشكل يا شباب نيجي هسا لل crowd disabling for peace 2021 ندخل عليه نيجي ناخد الملف بهذا الشكل هذا ملف ازالة الجمهور نضغط على open find location نروح للملف download نيجي نحط الملف based بهذا الشكل خلاص حطينا الملف جوة فولدر download هاي المرة نيجي نرجع رح نروح على اداة التفعيل عشان نفاعل اداة حد في الجمهور نضغط عليها click main تشغيل كمسؤول نفتح الادات نظهر الايقونة هاي اوكي رح تفتح معنا الادات نيجي هون شباب نجيب الادات لهذا المكان نضغط على choose path نروح على فولدر اللعبة لعبة بيس 2021 وينهاء في المكان هذا فولدر download نشر على فولدر download نضغط على open mother هذا الشكل اوكي نيجي رح تلاقي اداة حد في الجمهور هون نشر عليها بهذا الشكل نضغط على check all ونضغط generate DB file list ونضغط اوكي خلاص هسه تم تفعيل اداة حد في الجمهور خلاص هسه رح نروح بس نشيك اللعبة ونشوف كيف صارت معنا اللعبة وايش صار في اللعبة زي ما قلت لكم خطوات نقل الملفات هاي بالنسبة للاجنزة الضعيفة كثير بس لو جهازك متوسط وجهازك يقدر يشغل اللعبه مثلا كانت في البداية تشغل معك اللعب بشكل كويس بعدها صار عندك لاك ما عرف ايش المشكل او مثلا جهازك مواصفاته تشوف انه يقدر يشغل اللعب بس عندك لاك رهيب سوي الخطوات بس الاولى نيجي هسه نفتح اللعبة يا شباب نيجي نضغط اوكي زي ما بتشوفون هون يا شباب راح تلاحظوا ان الجرافيكس تم التعديل عليه تم الجرافيكس نقص شوية بس عادي هاي الخطوات زي ما قلت لكم عشان الاجهزة الضعيفة اوكي يا شباب زي ما بتشوفون هون الجرافيكس تم تخفيده بشكل كبير نيجي هون على اعدادات المعالجة نيجي ننزل نحطها كلها منخفض يا شباب عشان افضل شي انك تحط دايما نخفض الاعدادات لو عندك لاك كتير هاي الخطوة زي ما قلت لكم للاجهزة الضعيفة كتير حاول تسوي منخفض ولا مخصص وتقدر يعني تزود الخيار اللي بدك يو تشوف اللعبة عندك ملقلقة نقص اللعبة عندك تشوفها انها كويسة حاول تزود من الخيار رح نخليها منخفض ولا متوسط رح نخليها متوسط ورح ندخل انت زي ما قلت لكم خليها منخفض لو جهازك ضعيف كتير نيجي رح ندخل هسا ونشوف زي ما بتشوفون هون يا شباب الجمهور مش موجود على اللعبة بتاتا اوكي هون الصورة صورة اللعبين ودخلة اللعبين زي ما قلت لكم هون بوتش 2022 الخاص باللعبة لو بدكم كمان البوتش رح تلاقوه في الرابط اسفل الفيديو هون الجرافيكس تم التعديل عليه بشكل كبير ان شاء الله رح تشتغل معاك اللعبة بشكل كويس بالنسبة للاجهزة الضعيفة وبالنسبة للاجهزة المتوسطة زي ما قلت لكم الخيارات هاي ما بتحتاج تسويها بس تسوي الخيارات الاولى رح يخف عندك اللاق بشكل جدا كبير بدري لتس كو زي ما بتشوفون الجرافيكس تم تخفيده بشكل كبير لكن اللعبة رح تشتغل معاك بالنسبة للاجهزة الضعيفة بإذن الله بس سوي الخطوات واكتبوا لنا تجربتك اسفل الفيديو اكتبوا لنا كومنت كل شيء بالنسبة للمقطع اليوم اتمنى انكم تحكو لنا تجربتكم مع الطريقة اشتغلت معاكم ولا لا عندكم اي استفسار اي شيء اكتبوا لي تحت في الكومنتات لا تنسوا هذا المقطع باللايكات تحاولوا هذا المقطع يوصل اكبر عدد من الليكات اجباه 100 لايك عشان يوصل اكبر عدد من الناس ويستفاد اكبر عدد من الناس كما تشتركوا في قناة وفعلوا الزر الجرس اراكم ان شاء الله في مقطع اسطوري سنتوري قادم سلام عليكم شوف شuka شكرا خitäten حتر شكرا ترجمة نانسي قنقر